بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق اللهم خلقنا بخلق رسول الله وأدبنا بأدابه اللهم أمين يا رب العالمين النهاردة إن شاء الله نبدأ أدب جديد من الآداب الإسلامية ألا وهو أدب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إيه الأداب اللي نتأدب بيها عند زيارة الحبيب الشفيع وعند الإقامة بالمدينة المنورة المدينة ما كانش اسمها المدينة كان اسمها يثرب يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا والسيدنا النبي يقول لنا في الحديث أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب إنما هي طابة المدينة المنورة كان اسمها يثرب يثرب من التثريب بمعنى إيه؟ بمعنى التوبخ والملامة كان فيها حمى اسمها حمى يثرب أي واحد يعدي من طريق يثرب يصب الحمى حتى لما هاجر سيدنا النبي سيدنا بلال وسيدنا أبو بكر مرضى لاثنين معا وكان سيدنا بلال يقول كل مريء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله فستين عائشة رحت لحضرة النبي قالت له يا رسول الله مرض أبي ومرض بلال أدعو الله لهما فشوف بقى سيدنا النبي رفع يديه وقال اللهم صححها وانقل حماها إلى أرض الجحفة فانتقلت حمى يثرب من يثرب إلى أرض الجحفة خارج المدينة وبأسمها المدينة المنورة مدينة رسول الله المدينة المستنيرة المدينة المنورة برسول الله طابة وطيبة وطيبة والطيبة والمطيبة والفيحاء وطيبة التربة مدينة رسول الله وأرض الشفاء والمسكينة والمحبوبة وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى أسماء كثيرة للمدينة المنورة حتى لما تذهب للمدينة أنت تشاهد الجمال هناك كانت سيدنا الشيخ الشعراوي يقول اللي بيروح مكة يشعر بالجلال والهيبة والوقار بقى فيه خوف واللي بيروح المدينة يشعر بالأمن والأمان والطمأنينة فألا أن مكة فيها الجلال والمدينة فيها الجمال طابت بأطيب من تطيب طيبة يا طيب خذ من طيبها رياك وإذا لم أطب في طيبة عند طيب به طابة الدنيا فأين أطيب من أداب زيارة المدينة المنورة أن تتعرف على فضل المدينة أول حاجة اعرف فضلها إيه قرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي طابة سيدنا النبي دعا لأهلها اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا ده سيدنا النبي جعلها بلد حرام وبلد آمن إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة ما بين لابتيها حرام اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة قال على أنقاب المدينة ملائكة حراس من الملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال مسيخ الدجال ما يدخلش المدينة مرض الطاعون أي وباء انتشر بين الناس لا يدخل المدينة الملائكة على أبواب المدينة يمنعون الوباء من دخول المدينة كل هذا ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحد يضحك عليك وتروح عمر ولا حج ومتزرش النبي وإذا حججت ولم تزر علم الهدى كنت ما أجفاك الحج مقبول صحيح من غير الزيارة والعمرة مقبولة لكن ألا يليق بك أن تزور من علمك الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم يبقى أول أدب من أداب المدينة أن نتعرف على فضلها